حياكم الله أيها الأخوة والأخوات شرع الحج لإقامة التوحيد من أول لحظة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود لإقامة التوحيد قال عليه الصلاة والسلام عندما أحرم بالحج اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة الإخلاص وأتم الحجة والعمرة لي لله إخلاصا له وتوحيدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أهل الجاهلية كانوا يشركون في التلبية ويخترعون ألفاظا دلهم عليها الشيطان لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تعالى الله التوحيد يظهر في قراءة السورتين العظيمتين نقرأهما في الوتري في صلاة الليل نقرأهما في ركعتي في ركعتي الفجر قبل الفريضة نقرأهما في ركعتي الطواف إذا طفنا بالبيت قل هو الله أحد وقل لي أيها الكافرون توحيد خير الدعاء دعاء يوم عرفة ماذا فيه؟ توحيد خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في رمي الجمرات يكبر الحاج مع كل حصاه الله أكبر وكذلك فإن هؤلاء الحجاج إذا طافوا وسعوا ورموا ووقفوا أفاضوا ذبحوا حلقوا هذا حلق الرأس ما يعني استسلام لله خضوع حلق الرأس لله حلق الرأس لله ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب فما البيت والأركان والحجر والصفة وما زمزم أنت الذي قد قصدناه وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه إذن لإقامة ذكر الله إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فإذا قضيتم مناسيككم فاذكروا الله في البداية للتلبية بدء الطواف بسم الله والله أكبر بين الركلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا دن من الصفة وحده وكبره الذكر أفضل ما يفعله يوم عرفة يصاحب الحاج حتى المشعل الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم مع رمي الجمار تكبير وإذا فرغتم من المناسك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله التشريق هي الأيام المعدودات واذكر الله في أيام المعدودات هذه تربية على تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إذن هكذا شرع الله هذه العبادات العظيمة توحيدا له وأيضا فإن المسلم يشهد بها منافع عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأنثوب علينا إلى سؤال المسابقة وختام البرنامج أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر